اتفاق وشيك بعد مخاض عسير وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان يكشف عن أن التوصل لاتفاق بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي بات أقرب من أي وقت مضى عبداللهيان وخلال مؤتمر صحفي في دمشق ألقى بالكرة على الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوة الأخيرة قبل التوقيع وقال وزير الخارجية الإيراني إنه إذا تعاملت واشنطن بشكل عملي فإيران مستعدة للعودة للاجتماعات في فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية عبداللهيان أشار إلى أن بلاده قدمت مقترحاتها الأخيرة للولايات المتحدة وشددت على أنها لن تتجاوز الخطوط الحمر ولم يكشف عبداللهيان عن ما هي الخطوط الحمر هذه لكن مصادر أشارت إلى أن إحداها هو الحصول على ضمانات اقتصادية أمريكية ورفع العقوبات التصريحات الإيرانية تأتي بعد ساعات من إعلان واشنطن أن التوصل لاتفاق مع إيران ليس وشيكا ولا مؤكدا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن التوصل لاتفاق مرتبط باتخاذ طهران ما وصفه بالقرارات الصعبة وأوشكت المباحثات بين إيران والدول الكبرى الجارية منذ قرابة العام على التوصل للاتفاق قبل أن تتعثر بسبب مطالبة روسيا بضمانات بألا تعرقل العقوبات المفروضة عليها بسبب أوكرانيا تعاونها مع إيران كما أثير قلق واسع في الأوينة الأخيرة حيال ما تردد عن ضغط إيران لرفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية كشرط للعودة للاتفاق وهو أمر لم تنفي واشنطن إمكانية حدوثه وتعارض دول عدة في المنطقة الإقدام على هذه الخطوة كما أن هناك معارضة داخلية في الدوائر الأمريكية لمثل هذا المطلب